راحب نجب مصر كابتن سيد أفوهيز نجبنا الكبير أهلا بك كابتن سيد ويعني بختلف تماما بختلف تماما مع كلام كابتن أيمان عبا عزيز بختلف كليا وتماما مع كابتن أيمان عبا عزيز في مكالي لأن انت كمدير فني أورا حب بك الأولى كابتن أهلا بك وأنا مهيب وطبعا بكابتن أيمان وكابتن أزهاب طبعا وبيك طبعا مهيب يعني هو في حدثين النهارة برضوه عشاني بقى نعم احنا هندي كل واحد حقه كل واحد حقه يعني في حدث خاصة بمنتخب الأولمبي وحاجة خاصة بالدور المحلي هو فوز الأهل المرة 44 لو هنتكلم في الأول منتخب الأولمبي عايزين نقول المنتخب الأولمبي ضحية مين يعني المنتخب الأولمبي واحد من أحسن اللقاءات اللي اتعاملت في الثلاث مبارات اللي فاتوا أو على مستوى المنافسات أو على المستوى الشخصية شفت لعيبة مش عايزة أقول أبهرتني لكن فيه لعيبة لها مكانة ممكن كمان تبقى بشكل كويس قوي شفت جول زي حمزة علاء شفت شخصية زي كوكا شفت لعيب مع التطوير زي أحمد عيد شفت كريم الديبيس ممكن يبقى خامة كويسة جدا شفت واحد بقلب حلو جدا 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 اسمه النني تضحى بكتير قوي وتكلم وانتقد كتير جدا جدا شفت واحد زي محمود صبر ممكن يبقى فاكهة من فواكه قرى مصرية مستقبلا شفت واحد زي إبراهيم عادل شفت أسامة فيصل مراهيم عادل ومهارته ومكانته شفت ناس شفت طبعا زيزه بالتأكيد يعني لكن فنيا فنيا يعني المنتخب كان مجهد إجهاد غير طبيعي المنتخب ده من سنة تقريبا أو الحاجة لعب المغرب في المغرب وخسر اثنين واحد بالعافية بعد طرد محمود صبر وكان كسبان واحد سفر إذن فيه عوامل قدت عليك اللي كده لكن في نفس الوقت في نفس الوقت فيه حد سبب مهم جدا لازم نعرفه احنا كمان السبب ده للمنتخب ده لم يتم يعداده بشكل كويس اوي احنا فجئنا ان الناس دي موجودة اصلا يعني لو جئنا سألنا شارع المصري مثلا يعني مين اللي رايح المنتخب مين اللي رايح الأولمبيات في أسماء حدش عارف كتير حدش عارف كتير عكس اني مين سنين فاتت طويلة من عشرين تلاتين سنة المفروض ان احنا بنتقدم خطوات من عشرين تلاتين سنة لو قلت مين في نزمالك منتخب الشباب هيقولك فلان وفلان وفلان مين من الاهل منتخب أولمبي هيقولك فلان وفلان وفلان تمام إذن الوقت اللي احنا فيه ده مفيش حاجة بتيجي صدفة مهيم اللي بيجي صدفة ما بيستمرش يعني لازم تحضير ما بين منظومتين منظومة بتاع تستغل للناس اللي عندها كويس اوي من اسماء وعلاقات ومكانة وفي الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي وما بين منظومة لا ما بتستغلش ده كويس ما بين منظومة بتحضر كوادر سواء كانت على المستوى المدربين او المستوى اللعيبة مين اللي واخد رابع علم مع منتخب المغرب وانيد الراكراكي مصبوط مين اللي واخد النهاردة السكتيوي السكتيوي تعرف السكتيوي ده مين جلنا السكتيوي ده جلنا 77 السكتيوي ده كان موجود في بطولة المنطقة المغرب الشباب دوري او اسف الامة الافريقية الشباب سنة 97 في مارس 97 في مارس 97 وكان فكهة من الفواكه برضو اللي موجودة في منتخب المغربي وكان الجمهور بحبه جدا لانه كان شبيه كده بمصطفى فاتحة يا ايمان لو تفتكر شوية لكن كان في واحد تقيل جمان اسمه عاد الرمز عاد الرمز ده كان ماسك الوداد انا عايز اقولك ليه ليه الناس دي بتوصل شوية كوادر ما ينفعش ان انا كل برضو كل تفكيري كله في برة كل ان انا جيب الناس من برة جيب مدربين من برة محترامي طبعا ليهم وثقافتهم ومكانتهم وخبراتهم لا ده عايزين ده بالوقتي يقولك ميكالي يمسك مكان حسام حسن انت متخيل يعني الاصوات اللي سمعتها في الفترات الاخيرة ميكالي يمسك مكان حسام حسن انت اعترضت على عيب في ميكالي انا بشيت بميكالي هو كمان ايوة بس احنا الخامة ايه الظروف ايه الوقت ايه ايوة الفرص اللي خدها ايه التوقيت ايه عمل واللعبة انت شفت الحياة الشكل اللعب والدورة طب ما فيه لعيبة ما تضميتش يا كابتن عندك حسام اشرف هدف الدولي لم ينضم عندك عمر الساعي لم ينضم سؤال بس ايوة ايوة انت محضرتش محضرتش البدائد هنقل بس يعني طبعا للنتيجة الى جدا 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 بس دي نتيجة زي ما قلت لك فرق ناس بتلاعب مدارس بالها فترة جيدة بتحضر وواحد النهاردة انت تعطفت معاها يعني احنا نغلب ستة كابتن يا سيدي لا يا سيدي لا احنا متفقين نغلب ستة احنا متفقين مواجهب سهل متفقين احنا نتيجة الى جدا بس بقولك دي لها توابع انت بتقارن ما بين ناس بتحضر بلها سنين طويلة جدا مش عشوائي وبتحضر حتى الكوادر التدريبية اللي موجودة التواقع الكوادر التدريبية اللي موجودة وما بين اللاعيبة اللي موجودة شفت واحد شفت واحد زي مثلا زي اشرف حكيم احنا بس حقيقة خير طبعا ضمن الحاجات اللي بقولها سيد ان اللاعيبة نفسها اللي بتتحضر والكوادر اللي بتحضر الاتنين سيد ذكر اسمين اللي هم قارب حالناس لنا اللي صحابنا الطرق السكتيوي عرف شخصية ده جيلنا انا وسيد رجل ده بيحضروا من بدري مسك نقطة بركالي عبيهم خلي بالك وعد الرمز ده كان مسك الوداد قبلها يعني انت متخيل مسلا الطرق السكتيوي ده مش هو البديل الرسمي للركراكي لو حصل اي خفاق فهيطلع بمين يطلع بالناس اللي موجودة دي طيب براحب بيك اشتركوا في القناة